ليس له علاج ليس له علاج وهو قادم بقوة هل نحن على أبواب جائحة جديدة أخطر وأقوى من جائحة كورونا عام 2025 والتي سببها الفيروس التنفسي الصيني الجديد هلأ وذعر تنقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع خلنا نتكلم اليوم بطريقة سريعة ومبسطة ونشرح عن هذا الفيروس بطريقة سريعة وما هي الأعراض وكيفية الوقاية من أخطار هذا الفيروس وهل هو خطير كما يصورونه لنا أم هذه فقط ضجة إعلامية هيا بنا مرحبا تابعين الأعزاء ومشاهدين جديد معكم دكتور فراسل علي وحييكم أينما كنتم على قناتكم الطبية خلنا نتعرف وبدون مقدمات طويلة على هذا الموضوع أول شيء هذا الفيروس اكتشف قبل 20 أكثر من 20 عام فهو فيروس ليس جديد وهو من الأنواع التي تختص بالجهاز التنفسي طب دكتور ما هي أعراض هذا الفيروس؟ خلنا نتكلم عنها بطريقة سريعة أول شيء هذه الأعراض أعزائي المشاهدين كلها تجتمع وتتشابه مع الأعراض التي تصيبنا موسميا يعني ما تقدر تفرق بين فيروس وآخر لأنهم كلهم أقارب ولكن هذا الفيروس أخذ حجم إعلامي كبير بسبب أنه موجود بالصين والصين 2 مليار وطبعا إذا صابتهم قحة فأحنا نتضرر منها والناس أصلا تعبان نفسيا بدون هذه المواضيع ولكن يجب علينا توعية النص طب ما هذه الأعراض؟ الأعراض العادية المتشرة في كل موسم السعال، السيلان الأنف، الوجع بالحلق، ارتفاع درجة الحرارة عندك آلام بالتنفس، يوجد صفير أثناء التنفس هذه الأعراض التي نعرفها دائما ومنذ مئات السنين نفس الشيء ولكن ركز على هذا الفيروس طب ما هي الأشياء أو الفئات التي يصيبها هذا الفيروس؟ هذا الفيروس يحب فئات مخصصة وهي فئة الأطفال الأقل من خمس سنوات الفئة العمرية الكبيرة، الناس الكبار بالعمر، الكبار بالسن، الناس اللي مناعتهم ضعيفة تكون، والناس اللي تعاني من أمراض مزمنة مثل أمراض السكري، أمراض القلب، هذه الأمراض المعروفة لدينا طيب هل هذا ينطي هذا الفيروس الحق بهذا الذعر ونشر هذا الهلع بين الناس؟ لا أعلم أخواني الكرام ولكن هذه الأعراض منتشرة وموسمية فلا داعي للهلع ولا داعي للذعر ولا نكبر الحبة لتصير قبة كما يقولها بالمثل الشعبي لأن هذه الأمور تؤدي إلى الهلع والهلع هو أهم مسبب والذعر لانخفاض المناعة وإذا انخفضت عندنا المناعة تفتح أبواب الجسم الدفاعية لدخول الفيروسات والميكروبات لتهاجمنا ولذلك وخاصة لإخواننا المختربين اللي أنا واحد من هذه الملايين المختربين في أمريكا العرب في ألمانيا العرب في أوروبا في كل مكان التقليل من مشاهدة الأخبار السلبية الأخبار السيئة الأخبار التي تكون مضخمة إعلاميا نحن نعاني في أوروبا من هذه الظاهرة فيديوهات كثيرة تشرح عن مواضيع مختلفة كثيرة تثير الذعر وتثير الخوف طيب دكتور إحنا شلون عملية الانتقال كيف تكون عملية الانتقال عن طريق الرذاب من السعال والعطس وملامستنا للأسطح التي تكون ملوثة وبعدها نمسح عيوننا وخشمنا وذاننا وثمنا وهذه الأمور كلها فهذا شيء مهم جدا طيب ما هي الوقاية شلون تقي نفسك بطريقة سهلة وبسيطة أول شيء غسل اليدين بس تيجي للبيت أخسل أيديك ثاني شيء لازم تكون نمط حياتك صحي تكلمت عن الأشياء التي يجب أن تقوم بها عام 2025 لكي تحصل على صحة جيدة يوجد رابط على هذا الفيديو هنا وطبعا هو كان آخر فيديو عام آخر فيديو على هذه القناة طيب خلني نتكلم عن الوقاية شون الوقاية أول شيء عدم غسل اليدين كما ذكرت عدم مخالطة المصابين عدم زيارة الأقرباء والأصدقاء إذا أنت كنت تعاني من مرض أو من إنفلونزا أو من أي فيروس لا تزوروا بعضا يا أخوان يعني لا تزوروا حتى لو كان يوجد هناك مناسبة مهمة لا تزوروا لأنه ستعدي العشيرة كاملة هاي أول شيء ثاني شيء ظاهرة جميلة جدا اللي أحبها عنا هي من الناحية الصحية غير جيدة ولكن عاداتنا وتقاليدنا إحنا بس نشوف البعض من لهفتنا وحبنا لبعض نصر نعبط بعض ونبوس بعض عشر بوسات هذا شيء جيد ومتاز ولكن الفيروس يفرح لهذا الشيء ليش؟ لأنهمه يخترق جسمنا فنخفف الاحتضان والبوس وهذه الأمور كلها لأن هذا ينقل الشيء بطريقة سريعة طبعا تهوية البيت تنظيف الأسطح تعقيم البيت هذا أيضا يؤدي إلى تخفيف انتشار هذا الفيروس طبعا نشخص هذا الفيروس دكتور في مناطقنا للأسف يعني ما رح يكون هناك تشخيص دقيق لأنه هذا يحتاج إلى يعني وسائل مخصصة ومختبرات مخصصة وهو يشابه جميع الفيروسات اللي احنا نتعرض لها في كل موسم فمن وجهة نظري الشخصية أعتقد أنه الأمر مهول له ويعني مثير للذعر ليس له أي يعني داعي ولذلك أرجو منكم المحافظة على طاقتكم الإيجابية وعدم يعني الانجراف قدر الإمكان وراء الأخبار السلبية اشترك بالقناة وفعل الجرس لتصلك جميع هذه الفيديوهات وتكون من الأبطال أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة